مدرية التربية تبرق معلمة عرضت فيلم جنسي أمام أطفال بعمر التسعة في النمسا العليا وده يمكن الحادثة دي أثارت غضب بعض أولياء الأمور والموضوع كان في مدرسة ابتدائية لأطفال عمرهم تسع سنوات التبرير كان التبرير ولا التبرئة ولا التبرئة التبرئة بالنسبة للمعلمة إذا كان هو ده دي حسة مقررة وما ليه أصلا بيلجأوا للحسس دي أصلا في المدارس يعني يعني صراحة شيء مؤسف جدا نقرأ ونشوف خبر مديرة تبرئة تبرئ معلمة عرضت فيلم جنسي أمام أطفال بعمر التاسع بالنمسا العليا والأنك من ذلك أنه تم المعلمة لم يكن هناك أي إجراء ضده يعني وقامت صراحة الخبر محرج الواحد يعود يستخدم مفرداته نحن على الهواء وعم بيتابعنا بجوز يعني كبار وصغار نساء ورجالا شيء محرج طبعا الخبر موجود بإمكانهم أنه يراجعوا ولكن يا سيدي الكريم فعلا أنه شو نوعية التعليم اللي عم يعطى أحيانا بالمدارس بخصوص هذا الشأن يعني لا أكيد نحن ملا ضد يكون في تعليم لتوضيح بعض القضايا بس مش في السنة دا يعني بضع بعض القضايا أما طارت فيلم جنسي وقامت المعلمة باستعراض مشهد معين وتكراره عدة مرات للتأكيد أمام الأطفال والدة أحد الأطفال بتقولك بنتي ما عادت تقدر تنام صارت وحدة زميلتها بالمدرسة قالت لا لازم تخلعي ملابسك صار فيه اعتداء بين الأطفال بين بعض والبعض صابي صراحة شيء رهيب هذا الشيء يعني بعيد عن الثقافة وكل اللي هما ممكن يبرروه بمبررات يعني ملهاش أي لازمة يعني أعتقد أن الموضوع دو سابق لأوانه في المرحلة الابتدائية يعني يعني مثل ما تفضل تخلينا خلينا نتجاوز جدلا أنه في بعض القضايا لازم تتوضح ولكن فيلم جنسي ممارسة جنسية أمام أطفال يعني الطفل حيصير عنده صدمة يبدأ لك شو هذا يعني كيف هيك وهذا وكيف كذا وكيف 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 يعني فبصراحة شيء كارث أنا هنا إحنا ليش إحنا بهمنا نستعرض سابق لزمدوح هذا الخبر بهمنا نستعرض هذا الخبر حتى الأهالي يكون اليوم في عندهم وقفة عندهم وقفة وعندهم وعي وعندهم وعندهم تعليم أخلاقي مكافئ في المنزل في المنزل يجب أن يكون الأهل اليوم على دراية على دراية متقدمة بصراحة بأنه أحيانا في سموم تبث في بعض المدارس من خلال بعض المعلمين يعني لا أقول أنا أن أن المدارس القاصدة ولا التربية مديرية التربية والتعليم تقصد هذا الشيء ولكن يوجد عند بعض المدرسين على ما يبدو اللي عندهم أفكار مسمومة يبصون سموم من نوع معين عند الأطفال حتى يقوم جيل ناشئ على على التفلط الأخلاقي وعلى يعني على اللامسئولية بحالة بجانب التأثير النفسي يعني فيه ناس بتتأثر نفسيا أو أكثر من ذلك يعني هو كده بيتدمر حياة طفل ممكن يطلع طفل معقد ترجمة نانسي قنقر